قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية إن الوضع في الغرب الليبي غير مستقر رغم ما وصفته بالانتصارات الأخيرة التي حققتها ميليشيات السراج المجلة أضافت في خلاصة تقرير مطول عن التطورات الأخيرة في ليبيا أن السراج قال إنه يريد بناء دولة مدنية وديمقراطية حديثة لكن الميليشيات التي تقاتل من أجله وفي صفه منقسمة بحسب القبائل والمدن والأيديولوجيات المختلفة وإن ما يجمعها هو رفض إقامة مؤسسة عسكرية والعداء للجيش الوطني والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر وأوضحت المجلة أن الإرهابيين الذين أسمتهم بالجهاديين والذين يقاتلون ضمن ميليشيات السراج يريدون الضغط على مدينة بنغازي التي كانت مقرا لهم قبل أن يطردهم منها القائد العام للقوات المسلحة عام 2017 بينما تريد ميليشيات نصراتة السيطرة على المنطقة حسب قولها وختمت الإيكونوميست قائلة إن السراج الآن قد لا يكون محاصرا كما كان قبل أسابيع لكن حكمه لا يمتد أبعد من مبنى مكتبه الزجاجي في طرابلس في إشارة إلى فقدانه السيطرة على الأوضاع في المدينة وعدم امتلاكه أي حكم على ميليشياته الإرهابية التي يأتمر معظمها بأوامر بابهم العالي في أنقرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر